سوء الإدارة والتخطيط والتدخلات تنتج مشاريع متوقفة وانعدام للخدمات والبنى التحتية وبوجود صندوق إعمار ذيقار وبمئات المليارات ما زالت الأحياء تعاني من الإهمال وانعدام الخدمات ومنها حي المتنزه والذي يضم المتنزه العائلي والمتحف وبعض الكليات ويقع على بعد أمتار من مبنى المحافظة لكنه مهمل وبشكل كبير لينطبق عليه القول باب النجار مكسور كنا نمنى نفس أن أهالي حي المتنزه أن تشمل منطقتنا بالخدمات لكن للأسف تعسف الحكومة المحلية والتعامل ويانا بطريقة لا أعرف بأي آلية تنظيمية بقى الحي يعاني من سوء الخدمات والخدمات التي يرونها في فصل الشتاء ما من الممكن أن الطالب يوصل للمدرسة يفتقد لأبسط الخدمات وهي التبليط والأرصف على الرغم أنه يعتبر من الأحياء المهمة كونه يضم الحدائق المتنزه الناصرية والمتحف الناصرية الحضاري وكليات ومدارس حكومية ومؤسسات حكومية أخرى وأكد أهالي الحي إنهم خرجوا بتظاهرات والعديد من المناشدات لكن دون استجابة أو أي اهتمام منطقة عاني طلعنا من مظاهرات سلمية ووقفات احتجاجية وأغلب شبابنا يحتقلونهم وقمع ورصاص حي يطلق علينا وشبابنا ظلت عشر تيام موقوفين احنا ما عندنا شيء احنا ما طالعنا على موت إسقاط حكومة احنا طلعنا على موت منطقة احنا نريد خدمات احنا هذا ما عندنا شيء غير خدمات سوء الخدمات والبنى التحتية هنا في ذيقار لا تفرق بين المنطقة الراقية أو المنطقة النائية فالكل متضرر ويعاني لقناة واني نيوستار شنون الناصرية